قال مسؤول أمني في اليمن إن الأجهزة الأمنية أطلقت حملة لملاحقة مسلحي تنظيم القاعدة في مناطق بمحافظة البيضة بمن جهود المبذولة لمحاربة الإرهاب بالتنسيق مع قوات التحالف العربية إضافة إلى تنفيذ قوات مخصصة لمحاربة الإرهاب عمليات نوعية لتعقب أفراد القاعدة في مناطق بالبيضة من بينها منطقة قيفة التي شهد تحركات لعناصر إرهابية خلال الفترة الماضية ترجمة نانسي قنقر